موسيقى أهلا بكم ضيفي في بلا قيود هذا الأسبوع رجل أعمال وأكاديمي نشأ في أوساط الحركة الإسلامية في السودان ونشط فيها وأسس مع آخرين حركة العدل والمساواة السودانية فكان أمين العلاقات الخارجية فيها ومستشارها الاقتصادي إلا أن الظروف شاءت أن يتزعمها بعد مقتل رئيسها شقيقه خليل إبراهيم العام الماضي رئيس حركة العدل والمساواة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية الدكتور جبريل إبراهيم محمد أسأله اليوم في بلا قيود عن مستقبل الحذاك الشعبي في السودان وقدرة الجبهة الثورية ومن بعدها حركة العدل والمساواة على أن تكون جزءا منه وما قدرة هذه الحركات على الاندماج في دولة ديمقراطية وما حقيقة الدعم المقدم لها من إسرائيل دكتور جبريل إبراهيم محمد أهلا بك بداية هل المظاهرات التي تجري الآن في السودان هي انتفاضة هي ثورة فعلا؟ بلا شك هي ثورة في بداياتها ونعتقد أنها ستفضي إلى تغيير النظام في أقرب وقت ولكنها لم تأخذ زخم حتى الآن؟ بطبيعة الأشياء بطبيعة المكونات بطبيعة قهر النظام الأمر يحتاج إلى بعض الوقت إلى تحويل المعارضة إلى ترتيب الأمر بصورة أفضل ولكن الأمر سيمضي بإذن الله ولكن يبدو أن الحكومة السودانية والرئيس البشير لا يرون في هذه التحركات أي خطر يهدد نظامهم ودليل على ذلك اللهجة التي يتعاطون فيها مع هذه الاحتجاجات بالعكس تماما، اللهجة نفسها هي التي تؤكد أنهم متأثرون تأثيرا كبيرا بهذه المظاهرات وإلا لما يحتاج رئيس جمهورية يتحدث عن شزاد الأفاق يتحدث عن شوي الناس في الصيف ولا في الشتاء ولا في غيرها ولكن لأنهم يشعرون بخطورة هذه المظاهرات ومآلاتها يتحدثون عنها الآن لا حديث لهم غير هذه المظاهرات ما خطورة فعلا هذه المظاهرات؟ الشباب في وادي والأحزاب في وادي وأنتم كحركات متمردة في وادي آخر لسنا في أودية مختلفة تماما ربما بعضنا في مقدمة الواضي بعضنا في الوسط وبعض بين ذلك ولكن كلنا متفقون أن هذا النظام يجب أن يذهب كلنا متفقون أن الحل السلمي مفضل على الحل العسكري كلنا متفقون أن الحراك السياسي الآن لا بد أن يمضي إلى نهاياته كيف تقول أنكم تفضلون الحل السلمي على الحل العسكري وأنتم تقاتلون النظام فعلا في أكثر من منطقة؟ العلمة كل الذين يحملون السلاح أجبروا على حمل السلاح ليس اختيارا بغض النظر ولكنكم لجأتم إلى الخيار المسلح أجبرنا على حمل السلاح للدفاع عن أنفسنا ولكن في حقيقة الأمر نحن ذهبنا إلى كل من تدايات التفاوت نبحث عن السلام عينما كنا لأننا نعتقد أن الوصول إلى تسوية سلمية عبر تفاوت مقدمة على الحرب ولكن إضطررت إضطرارا إلى الحرب لا خيار لك غير أن لماذا نقطتم كل الأوراق التي وقعتمها في الدوحة؟ لن ننقط ورقة واحدة وقعناها في الدوحة ولكن الطرف الذي وقعنا معها الأوراق هذه يوقع الاتفاقات وليست هذه الاتفاقات الأولى معنا فقط مع كل الأطراف يوقعونها بنية عدم تنفيذها هذا منهج متبع عند النظام ولذلك هم يخرجون من الباب يرمون بهذه الوراق في أقرب سلة ويمضونها في سبيلها ولكنكم أيضا أنتم لا تتحملون مسؤولية عن فرط عقد هذه الاتفاقات تقولون أنكم تطلبون السلام ولكنكم في كل مرة يبدو أن خيار الحرب هو الخيار الأسهل بالنسبة إليكم بدليل ما يجري في جنوب كردوفان وفي ولاية النيار الأزرق وما يجري في دارفور أيضا ليس هذا صحيحا طبعا أنت تبحث عن السلام ولكن للسلام ما تطلبات واستحقاقات إذا لم تتحقق هذه الاستحقاقات مجرد أن النظام يطرح ويساوم بوظائف لا يؤدي إلى تحقيق السلام بعي حل من الأحوال هناك مشاكل حقيقية أدت إلى قيام الحرب في جنوب السودان منذ عام 1955 قامت جبهة المؤتمر البيجا في الشرق منذ 1958 اتحاد جبال النوبة سنة 1959 جبهة نهر الضارفور سنة 1960 والحكاية توالت احتجاجات من كل أطراف السودان بأن النظام يصير في الاتجاه القاطي ليس هذا النظام فقط في الاتجاه الذي لا يشبه اتجاهكم هو يعتبر أنه يسير في الاتجاه صحيح في الاتجاه الذي لا يجمع بين أهل السودان في الاتجاه الذي لا يعدل بين أهل السودان ما الذي يجمع بين أهل السودان هل مشروع حركة العدل المساوى يجمع بين أهل السودان أليس مشروعا جهويا لقبيلة الزغاوة على الإطلاق ليس مشروعا جهويا حركة العدل المساوى السودانية يسمى حركة سودانية لم تقل في يوم من الأيام أنها حركة جهوية أو قبلية طرح أدبياتها متاحة لكل الناس ومشكلتها مع الحكومة السودانية أنها حركة قومية تريد تغيير حقيقي على مستوى الوطن وليس على مستوى القرآن بقوة السلاح وذليل على ذلك شكلتم الجمهة الثورية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وأيضا حركة الجيش لتحرير السودان أنت لا تستطيع أن تصفق بيد واحدة لا تستطيع أن تحقق السلام من غير أن يكون هناك شريك مشكلتنا الأساسية في كل أطراف السودان وليس في حركة العظم المستوى السودانية فقط أن هذا النظام لا يستمع إلا إلى دوية المدافع ولكن ما الذي يجمع بينكم في الجبهة الثورية غير أنكم تكرهون نظام البشير أنتم تقتلتم أيضا فيما بينكم يعني ما هو مشروعكم الذي تقدمونه للناس نحن في الجبهة الثورية السودانية لا نتقاتل نحن مشروعا واضح طرحا واضح نريد سودان ديمقراطي مدني يجمع بيننا السودان ألم تنشق حركة عبدالواحد النور عن حركة ميناوي وألم تتقاتلون أيضا أنتم مع حركة ميناوي في دارفور يعني هذه حقائق الجميع يعرفها الجميع يعرف أنكم تقتلتم وهناك دم بينكم ما الذي يجمعكم الآن؟ مهما يكون من أمر السياسيون يختلفون الذين يحملون السلاح يختلفون أو يتفقون نحن اتفقنا الآن نريد أن نغير النظام الموجود لنصل إلى نظام ديمقراطي يجمع أهل السودان كلهم بحر إرادتهم ليس قصرا ليس فرضا بالسلاح أنتم حركات متمردة مسلحة كيف يمكن أن تنتقدوا من حالة التمرد إلى حالة نظام ديمقراطي؟ نحن أعلن لحظة تغيير هذا النظام عندما يذهب هذا النظام نحن نربع السلاح هذا الإعلان الآن موجود ويعلم بها الشعب السوداني جميعا نحن قدمنا طرح كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان كيف يحكم السودان؟ نريد هذا البلد أن ينتقل إلى وضع انتقالي معروف بوظائف محددة بتواريخ محددة بمشاركة كل أهل السودان في هذه الفترة طبعا لماذا لم توقعوا على وثيقة البديل الديمقراطي إذن؟ وثيقة البديل الديمقراطي نحن رحبنا بها لو أنت متابعة لما يجري فقط قلنا لا بد أن نستشير الجميع وقلتم أنها تحالف سياسي عادي والآن المرحلة بحاجة إلى تحالف استثنائي ألا تقولوا هذا؟ لا هذا بيان الحركة العدل والمساواة؟ لا بيان الحركة العدل والمساواة السودانية الآن أذكر أن الحركة العدل والمساواة السودانية أصدرت بيانا ربما شخص من حركة عدد المساعدة السودانية تحدث في هذا الأمر. ولكن المبدأ الأساسي. محجوب حسين المستشار الإعلامي. مستشاركم الإعلامي هو. نعم. ألم يقل أن الوثيقة حملت عيوبا لا تنسجم وروح الثورة السودانية؟. ما الذي يعني هذا الكلام؟. بيعني أن الروح الثورة السودانية في حاجة إلى جمع كل أهل المعارضة في صف واحد. ليس من المفضل أن يلجأ طرف من المعارضة لإصدار وثيقة بما ترى بما ترى وتقصي الآخرين. من الذي يقصي من الأحزاب السودانية؟. أعرق الأحزاب السودانية وقعت على هذه الوثيقة؟. أنتم فقط. أنتم من يحمل السلاح. رفضتم من توقيع على هذه الوثيقة؟. نحن لسنا فقط من نحمل السلاح. نحن نمثل ثقل كبير جدا في جمهورية السودان. نمثل قواعد عريضة. نمثل وشهد نظر مختلفة. ونحن ندعو إلى تغيير بنية ويطريقة حكم البلاد. ولذلك رؤيتنا لابد أن تكون منعكسة في الوثيقة التي يتفق عليها الناس. والأبو الشريق. نحن الآن في طريقنا. كلامك مبهم. لم أفهم. على ماذا تختلفون؟. تريدون نظاما فدراليا؟. نريد بالتأكيد نظام فدرالي. لا ندعو إلى إلغاء الفدرالي. بأي حال من الأحوال. نريد نظام فدرالي. لكن فدرالي حقيقي. مع موارد حقيقية. أيضا تذهب إلى الأطراف. نريد أن نتفق جميعا على الترتيبات الأمر جزء منهم. لأنه لم يتم التشاور. وفيه شيء من الفرض على الآخرين. من يرغب كل ما قيل في الوثيقة. أنه من يريد أن يوقع على هذه الوثيقة سيكون معنا في الحكومة. كأن الوثيقة قصدت أن الذين وقعوا حجز مواقعهم في النظام القادم. نحن نريد. بدلا من أن يتفق الناس على من يكون في كراس الحكم. يتفق كيف يحكم البلاد. بدأتم بالخصام بينكم فيما بينكم قبل أن يسقط نظام بشيء حتى. طبيعي جدا. الناس يختلفوا بوجهات النظر. لكن هذا لا يعني أننا وصلنا لخصام. دعوناهم لأن نجلس معنا. ودعونا لنجلس معنا. ونحن على اتصال معهم جميعا ومع أطراف أخرى. لنصل للوثيقة المتفق عليها. هناك خلاف حقيقي. خلاف جوهري. خلاف في رؤية شكل النظام المقبل. إذا كنتم تدعون الفيدرالية. هل الأحزاب المدنية التي وقعت على هذه الوثيقة مستعدة لمناقشة مثل هذا الأمر؟ أنا لا أعتقد أنهم على خلاف مطلق معنا. هم قالوا الوضع الفيدرالي محتاج إلى مراجعة. نحن أيضا نقول أن الفيدرالية التي نريدها ليست هذه الفيدرالية بالشكل الموجود. ولذلك المسافة بيننا مسافة قصيرة. فقط ربما في استخدام الكلمات. لماذا فكرة الفيدرالية تبدو جذابة بالنسبة إليكم؟ هل لنعود إلى تكريس مبدأ الجهوية في سودان؟ ليس ذلك. كل الأمم المحكومة بالفيدرالية لم يكن رأس الجهوية في حقيقة الأمر. ولكن أعطت الفرصة لشعوب كل هذه البلاد أن تشارك في بناء نفسها. في تنمية مناطقها. في تنمية بلادها على المساوة الأوسع. فالناس يحتاجون إلى إدارة أنفسهم. إلى مساحات أوسع للمشاركة. عندما تكون القرارات في المركز. الناس في الأطراف لا يصوون شيئا. ولكن إذا كان المشروع هو دولة القراراتية يتساوى فيها جميع السودانيين. ما الذي يزعجكم في هذا الأوم؟ ما الذي يجعلكم غير قادرين على التأقلم مع وضع كهذا؟ هل لأن لديكم قاعدة أيضا كبيرة من المقاتلين حملت السلاح الذين ربما أنتم غير قادرين على دمجهم في الجيش الوطني في مرحلة لاحقة؟ الجيش الوطني قابل أن يستوعب كل القوى الموجودة. ليس هذا الإشكال الحقيقي. ولم نرفض في يوم من الأيام أن نتعايش مع بقية أهل السودان في دولة ديمقراطية وحرة. هذا هو هدفنا في حقيقة الأمر الذي حملنا السلاح من أجله. كل المطلوب أن في هذه الدولة الديمقراطية كلها أقال من السودان تكون عندها مشاركة حقيقية في المركز. وفي نفس الوقت عندها القدرة على حكم نفسها بنفسها. وبعد ذلك تنتقل إلى مرحلة المطالبة بالاستقلال. أبدا. ليس صحيح. في حقيقة الأمر الوحدة في معظم بلاد العالم. من أمريكا إلى سويسرا إلى ألمانيا. وحدة تحققت بعدما الناس وصلوا إلى فدرالية حقيقية. وأشعر الشعوب كلها أنهم ينتوم إلى هذه الدولة. وأنهم يحملوا مسؤولية بناء الدولة. حتى صارت الوحدة الحقيقية قائمة. عندما تكون في الولايات المتحدة 50 ولاية 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 ولاية. ما معنى أن الناس يسعون إلى الفصائل. ولكن أنت تعرف أن السودان بقبائله وتكويناته العرقية المتشاعبة جدا. ربما ليس فيه التقسيم الجغرافي النقي الذي يمكن أن يقسم إلى فدراليات لا تقول فيها. خذ على سبيل المثال مثلا أبي. هناك خلاف حتى الآن فيما لو كانت قبيلة الدينكا أو قبيلة المسيرية هي أساسا من أبي. أو أنها تتبع إلى مناطق أخرى. وهذا هو الخلاف الأساسي. هنا مشكلة مطروحة على الطاولة. كيف ستحلونها؟ الجزء الأول من السؤال أن السودان بلد متشعب العراق والثقافات. وده يطلب في حقيقة الأمر أنه يكون فيه فدرالية حقيقية. عشان في المواقع المختلفة يكون فيه احترام لهذه الثقافات وتنميتها بطريقة صحيحة. من غير أذى للآخرين. في نفس الوقت محتاجين للدولة مركزية تستطيع أن تحقق الوحدة في التنوع. وهذا فن لابد أن نستطيع أن نحققها تماما. ما يحصل في أبيي في حقيقة الأمر الذي يعرف تاريخ السودان. هذه الشعوب تعايشت مع بعضها لقرون. وليس بينها خلاف. الذي حصل هو في حقيقة الأمر خلاف سياسي. بين الحكومتين في الجنوب وفي الشمال. والسعي للاستثار بالبترول في أراضي أبيي. ولكن ليست هناك خلافات حقيقية بين قبيلة المسايرية وقبيلة الدينكانغونك في أبيي. مشروع إسقاط حكومة البشير أو نظام الإنقاذ. مشروع إقامة الدولة الفدرالية في السودان. من الذي يدعمكم فيه؟ هل إسرائيل تقف وراءكم؟ هذه فزاعة يتحدث بها الناس كثيرا. في حقيقة الأمر لو تبحثون عن من يعدم من يحصل على الدعم من إسرائيل. يجب أن تسأله أهل القرطم بصورة أفضل. في حقيقة الأمر علاقتهم مع إسرائيل. ألم تلتقي أنت برئيس المخابرات الإسرائيلية في كنبالا؟ أبدا. لم يحصل هذا على الإطلاق. هذا جزء من تلفيقات النظام المؤتمر الوطني. ألم تقام جنازة لأخيك خليل إبراهيم في تل أبيب؟ ما المشكلة؟ إن كان في تل أبيب مجموعة من أبناء السودان ومن أبناء دارفور. وشعروا بأن الذي خسروه كان كبيرا. وتجمعوا وعزوا في بعضهم فيما حدث. ما المشكلة؟ ألم تتصل بهم في ذلك اليوم وتقول لهم علينا الانتباه لما تقوله إسرائيل. لأن إسرائيل هي أكبر جهة داعمة لحركات دارفور؟ طبعا لم يحدث. وعهدى على من يقول عليه أن يبرز الدليل. الآن في الاتصالات العالمية كل الاتصالات مسجلة. لا يستطيع أحد أن يقول كلام ويدعي أنه لم يقول. عليك أنت. أنت تمكن أنك كنت بالاتصال بمن أقام العزاء في تل أبيب؟ أنا ما حصل لي أن اتصلت بشخص في إسرائيل على إطلاق. ما حصل. وهذا الكلام غير صحيح. كل الذي وجدته قرأته في الأخبار أن الشباب سودانيين موجودون في إسرائيل أقاموا سرادق العزاء للشهيد خليل إبراهيم. هذا كل ما أعلم. ثم قرأت في صحف الحكومة السودانية أنني اتصلت بالجماعة وأنني قابلت رئيس المخابرات الإسرائيلية وعلى ذلك قسط. ولكن هناك قبول لفكرة التعاون مع إسرائيل بين الجماعات المتمردة في دارفور؟ أنا لم أسمع بهذا. سمعت بأن الأخ عبد الواحد في يوم من الأيام قال أنه زار إسرائيل. غير هؤلاء أنا لم أسمع بطرح عن علاقة مع إسرائيل على الإطلاق. ما ورد في لقاءاتنا في الجبهة الثورية السودانية. ما أحد تحدث عن علاقة مع إسرائيل. رفقائكم في الجبهة الثورية الحركة الشعبية لتحرير السودان. ألم يفتحوا قنوات بينكم وبين الإسرائيليين؟ على الإطلاق. ولم يتحدثوا معنا أيضا عن الإطلاق عن علاقة مع إسرائيل. لأنه أريد التركيز على هذه النقطة. لأنه حكية كثيرا عنها في الإعلام. إسرائيل اليوم ألا تشكل هي الداعم الرئيسي لحركات المتمردة في دارفور بعد سقوط نظام القذافي وما كان يقدمه لكم من دعم؟ هكذا قال البشير. البشير يحتاج يبحث عن مشب. يعلق عليه إخفاقات أختي الكريمة. نحن لم نتلقى تعريفة من ليمة واحدة من إسرائيل. لم نقابل إسرائيلي على الإطلاق. لم نتفاوض معهم. إسرائيل هي فاضية. بس تبحث عن كل من يحمل سلاحة لتدعم. الأمر ليس كذلك. لا. هي لديها مشاريع استراتيجية. وربما أنتم تدخلون في إطار حقيقة هذه المشاريع. ربما تكون لإسرائيل مشاريع استراتيجية. وكل دول الدنيا عندها مشاريعها استراتيجية. نحن لا دخل لنا. ولكن نحن في الجبهة الثورية السودانية لا علاقة لنا بإسرائيل. لا من قريب ولا من بعيد. وهذا إدعاء الفارق. في الجبهة الثورية؟ على الأقل أنا حسب علمي. وجماعة عبدالواحد نور ومكتبهم في إسرائيل. لعلمك. محتاج أنت تميزي بين أن هناك مجتمع سوداني دارفوري موجود في إسرائيل. وبين أن الناس كانت تنظيمات عندهم علاقات مع إسرائيل. أنا لا أعرف مدى علاقة. هذه نفس النظرية الفاصلة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال. وبين الحركة الشعبية التي تحكم دولة الجنوب الآن. ليس كذلك؟ لا لا لا. ليس هناك أي علاقة بين هؤلاء. أقصد أن عندما يكون هناك جزء من مجتمعي موجود في بلد آخر في أمريكا. في بريطانيا. في إسرائيل. هذا لا يعني أن أنا عندي علاقة خاصة بهذه الدول. هذا أمر مختلف. من أين تأتون بالأموال الآن؟ نحن يا أخت الكريمة نأخذ الأموال من حكومة جمهورية السودان. نأخذ منها السلاح. نأخذ منها المؤن. نعيش عليها. فعلا؟ نعم. وهي تحقق الانتصارات على الأرض عليكم؟ وأنتم تأخذون السلاح. كيف يحدث هذا؟ نحن الذين نحقق الانتصارات عليهم في حقيقة الأمر. نحن لا نملك الإعلام ليعكس انتصاراتا على الحكومة. ولكن الحكومة لا تنتصر عليها. نحن باستمرار ننتصر عليها. ونحصل على مؤننا بسرعة. ولكن هذا ليس ما تقوله وسائل الإعلام. تقول أنه بعد سقوط نظام القذافي. والتقارب بين حكومة الخرطوم وحكومة التشاد. أصبحتم الآن أنتم في مأزق. لأنكم لم يعد لديكم المتنفس الذي كان موجود في السابق. خاصة وأنه المناخ العام الآن ربما يسير في مصلحة البشير. المناخ الآن. المحيط. وتقارب البشير مع سلطة الحاكمة الجديدة في ليبيا. الآن المناخ الآن لا يصير في مصلحة البشيرة. في أخيط الأمر البشير متواهم جدا. والنظام متواهم أن المناخ العام في الصالح. الحركة الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في مصر لا تتمنى أن تنتهي. لا ينتهد عليها الحركة الإسلامية في السودان. الحركة الإسلامية والجماعة الذين وصلوا إلى الحكم ونس محمود جبريل لا أعتقد أنهم يريدون حذو المسير الحركة الإسلامية في السودان. جماعة تونس لا أعتقد أنهم يريدون. أن يحصل هناك تقارب لا يعني أن يكون هناك أن يحذو واحد منهم حذو الآخر. لا. عندما نتكلم عن أن المناخ الآن صار مواتيا. بمعنى أن هذه الدول أقرب إليها منذ قبل. حقيقة الأمر. هذه الأنظمة كلها فارد على نظام مماثل جدا للنظام البشير. ولذلك لا تستطيع أن تستوعب كيف تتعامل مع نظام قاهر. ظالم. قاتل. وأسوأ من الأنظمة التي ذهبت. هل كان القذافي يمدكم بالأموال والسلاح؟ وهذه بمناسبة من الأهوام الكبيرة التي عاشتها الحكومة السودانية. القذافي هو الجهة الأساسية التي تقدم السلاح والدعم لحكومة السودانية. وتقرض البشير شخصيا. القذافي هو الذي كان يدعم النظام. القذافي كان فنانا في استجلاب قادة الحركات. سهل أن تقول هذا الكلام. ولكن وسائل الأعلام نشرت صفقات كثيرة. حدثت بينكم وبين النظام الليبي السابق. ما الدليل عندما تقول أنت أن البشير هو من كان يأخذ الأموال من القذافي. ما دليلك؟ والأدلة منشورة الآن. تحدث عن وسائل العلام والمبالغ للسلام والبشير من القذافي. منشورة في حقيقة الأمر. أما تحدث عنه وسائل العلام أن وجودنا في ليبيا كان رئيس الحركة ومعه الثمانية أشخاص أجبروا. كيف يعقل أن يكون البشير يتقاضى أموال من القذافي والبشير بعضمة لسانه؟ قال أن السلاح الذي قاتل فيه الثوار في ليبيا كان بأموال سودانية أو كان سلاح سوداني. إذا قال هذا. لكن الخائن يستطيع أن يفعل كل شيء. يأخذ من هذا ويطعنه من الخلف. ليس في هذا مشكلة. لكن المهم الذي يجب عن تفهمينه يا أختي الكريمة أننا لم نكن في يوم من الأيام نعتمد على القذافي لم نكن في يوم من الأيام نعتمد على نظام الشات عندما بدأنا هذه الثورة شات وحكومة السودان كانوا في سرج واحد وعالنوا في الفاشر أنهم سيقاتلوننا ومنعونا من المرور بالشات هل تريد أن تقنعني وتقنع المشاهدين أن حركة مثل حركة العدل والمساواة تقاتل النظام منذ أكثر من عشر سنوات ربما تعتمد فقط على الغنائم التي تأخذها من النظام الشعب يا أختي الكريمة الحركة لا تنشأ في الهواء الطالق الحركة تنشأ من قواعد من شعب يقدم الضعب شعبكم جائع يعاني من المجاعة قاعدتكم الشعبية جائعة كيف تقدم لكم يا أختي الكريمة هذه القاعدة الجائعة تقدم ما عندها لقوات الحركة تؤكد قوات الحركة تقف معها في كل لحظة عندنا ثروة حيوانية كبيرة جدا في دارفور ربما لا تكون لديك خبر في كردوفان عندنا ثروة حيوانية لا حصر أينما ذهبنا وقف الشعب معنا قدم لنا الدعم ونحن الحمد لله في أحسن حال أريد العودة إلى الحراك السوداني الجاري الآن على الأرض أنتم إلى أي مدى تستطيعون التأثير على الشباب الذي ربما يريد المحافظة على سلمية حراكه وهذه أدبيات تختلف عن أدبياتكم التي تقول بحمل السلح أختي الكريمة نحن في قلب هذه المظاهرات في قيادة هذه المظاهرات نحن الذين أعلننا أننا نريد سلمية هذه المظاهرات على لسان الماضي لماذا فجأة تريدون سلمية المظاهرات نحن دائما ولا تريدون لماذا لم تتظاهروا في كردوفان لماذا لم تتظاهروا في النيل الأزرق أختي الكريمة المظاهرات تطلعت في النيل الأزرق وفي كردوفان في كل مكان ولكن المظاهرات المهمة هي المظاهرات التي تخرج عند كرسية الحكم عندما تتظاهر في الصهراء لا يغير في الأمر شيء ولذلك المهم أن يتظاهر الناس في موقع الإعلام في موقع الحكم في موقع قيادة حق البلاد وإما أن نتظاهر في الصهراء لماذا نتظاهر في الصهراء دكتور جبريل أنت رجل أكاديمي اقتصادي لماذا ارتضيت أن تلبس البزة العذكرية أنت لا تختار مسطيرك في الحياة أو مسارك في الحياة كما تريد دائما الحرب فرضت علينا أن نقف بجانب الشعب وأن ندعف عن أنفسنا واستشهاد أخي رئيس الحركة واختيار القواعد لقيادة الحركة جبرتني أن أكون في هذا الموقع ولكن بعض منهم في الحركة أو بعض المراقبين يقولون أن التركة كانت ثقيلة عليك وربما لن تكون على قدر المسئولية بسبب عدم انتمائك إلى العقلية العسكرية التي كان يتمتع بها الراحل خليل إبراهيم خليل إبراهيم طبيب خصائي وكان وزير للتعليم ووزير للصحة ووزير للشعون الاجتماعية له تجربة مدنية عريقة جدا واسعة ومع ذلك استطاع أن يكون حركة مسلحة ليس هناك ما يمنع واحد أستاذ اقتصاد أو رجل عمال أن يكون أيضا في قيادة حركة مسلحة الظروف تفرض على الرجال أن يتكيفهم الضرف الجديد أنت قررت أن تبقى بقية حياتك عسكريا أرجو أن لا يكون كذلك أرجو أن أعود إلى السودان والنظام قد تغير وأعود إلى الحياة المدنية وكل الذين يحملون السلاح الآن في حقيقة الأمر يرغبون في العودة إلى الحياة المدنية لماذا لا تعود للقتال كما عاد خليل إبراهيم؟ هذا الخيار الذي أمامنا ونتمنى أن ينتهي الحرب في أسرع وقت نحن لا نرغب في الحرب شكرا لك دكتور جبريل إبراهيم محمد الله بارك الله اشتركوا في القناة